سلموا تسليما سوف نضيفه 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 كامل لنضيفه نضيفه كامل نضيفه قليل كامل للفرض الكبير حبيباتي سنبدأه بالعدس هنا لدينا العدس الكثير من البنات عينهم عارفين ميزانهم جوجد لأشخاص ثلاثة الأشخاص أربعة الأشخاص خمسة الأشخاص وأكثر ولكن البنات اللي باديت في الزمان وباديت في اسميته كان ديروا تقريبا كاز العنبة مع مرش 100 قرام للفرض يعني كاز العنبة مع مرش من العدس للفرض الواحد بغيتوا تعبروه بالقرام 100 قرام لكل شخص ديال العدس العدس هدا فانتوما حبيباتي 100 قرام ديال العدس للشخص 98 قرام 800 قرام تقريب شتوها 100 قرام ديال العدس للفرض يعني كاز ديال العنبة هاد الكاز هاد الحجم ديال وقد هاك اللي كان عبروه به دايما في المغرب كيكون واصل ناقص له ثلث ثلثين من كاز العنبة هما المقاس ديال واحد الفرض ديال العدس هدا للشخص الشخص الصغير كنديرولي تقريبا اقل حجم اقل طبعا احنا مليكن طيبو العدس كتكون مشاركة راكيجي تبصيل تبارك الله راكيكون تبارك الله هدا بالنسبة للفرض ديال العدس يعني 100 قرام او كثلثين من كاز العنبة اكتر شوي من ثلثين ديال العدس نجيبها لنجيبها لنجيبها مياه و اعشرين جرام للفرض نجيبها لنجيبها 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 بشبيبيها لند Pokez Chain à Ga加入 كاس. باش نعبرو. مية وعشرين جرام الحبيباتي للشخص ديال اللوبيا. يعني كاس ديال اللعنبة خاصو شوية شتو كاس العنبة معها مرش. كيف كيف اللوبيا الكبيرة اللوبيا الصغيرة الحجم الكبير او اللوبيا الصغيرة كاس ديال اللعنبة معها مرش. يبقى خاصو واحد شوية شتو. يبقى خاصو واحد شوية معها مرش. هو اداء ديال اللوبيا. او مية وعشرين جرام للشخص ديالي الصغير سبعين هاتمانين جرام لدري الصغير. نجو حبيباتي للروز. الروز نايا كان دروه مية وستين جرام للفرد الى كنا ديرينو غير بشي سوس طومات بالكفتة باللداند بايشي حاجة عرفتو حنا الروز كان طيبوه. وكان حطوه بوحدو كما غريبة كانو كلو الروز يعني ما كان حطوه مع لي صالات بزاف وما كان ماشي كلشي الاصر كي حطو معه شي حاجة. كان حطوه الروز مع صلصة فيه صلصة طيف صلصة ديالو فيها الطماطم. وفيها بعض الخضر كلي كيضيف لبعض الخضر الجزر الفاصولية اللي هي الجلبان الخضراء. البازيليا والبازيلا. اه واللحن جاج حوت كما كان. لكنا غد نطيبه على هاد النحو هادو هادو هالطريقة هادي كنديرو مية وستين جرام ديال الروز يعني كس ديال العنبه عامر ديالو الروز. هادا نطيبه هاد الروز ونقدمه معه شي حوت مقلي او لادانت مقلي او دجاج في الفران او دجاج محمر ونقدمه معه دي سالات السلطات ونقدمه معه الخضر كنديرو هنايا غير ثمانين جرام اه للشخص او ستين جرام للشخص ديال الروز. هادا يعني نصف كاس للفرد كان عبرها. لاننا غنقدم معه عدة اشياء وغادي تقدم في صحن الكل واحد غادي حط في صحن ديالو. بالنسبة الكسكسو حبيباتي كنديرو اي كسكس عنا كنديرو كاس سواء البلبولا سواء كيما نقوله كاس ديال العنبه عامر للفرد. دري صغير كنديرو له ثلثين كاس ديال العنبه مع هادا الى كنتوا ديرينو سايكوك كديرو اا كاس ونص للفرد. كاس ونص للشخص الكبير. لبالك طفل الصغير كديرو كاس. اا كنا ديرينو مع الخضار مع اللحام. مع اللي بغيتوا ديروه مهم مع الخضار مع اللحم. كديروه نص كاس لتري الصغير او ثلثين كاس ديال التري الصغير. وكاس عامر لأنه يضع في الحجم و هذا كل أنواع الكسكسو كما قلت كزيال لعنبة مئة واربعين جرام الكسكسو هي البلبولة الرقيقة أو الغليظة الغليظة أصلاً في الجنوب لا نفورها لا نفورها كسكسو لا نفورها عصيدة أو حسع بطاطا أنجو حبيباتي للخضر بطاطا حبيباتي تعملو طاجين و المرقبة الانجرية في الكوكوش المقلة اضع في الأمريقا لقد أضع الخضر و قد ي Carolyn و قد يكون تحضير حبيباتك كبير للخضر كذلك يمكننا أصدقاء طاجين غير الخضر بصلة و ماطيشة و خلزة و ماطيشة كنديرو نايا حبة كبيرة دي البطاطا يعني كتكون كبيرة حبة كبيرة كنقسموها على 4 او على 6 كتكفي شخصين بطاطا صغيرة كتكفي شخص واحد كنا ديرين فريت كنديرو حبة دي البطاطا متوسطة مش ديكو كبارات متوسطة تكون فيها تقريبا 200 جرام حتى 250 جرام للفرد كنا ديرينها فريت لكنا مقدمين مثلا غير الدجاج الفريت و واحد لسالات كنديرو بطاطا كبيرة للشخص كان الدري الصغر كنديرو مجوش حبة صغر او حبة متوسطة صغيرة كنديروها الدري الصغر هدا على حسب البطاطس المقلية او المحمرة الحوت حبيباتي كنديرو 100 جرام الدري الصغير يعني الطفل من فوق 6 سنين لفوق 100 جرام هذا الحوت مافيش العظم يعني الهبرع يعني السردين هدا كل انواع الحوت اللي مافيهاش العظم يعني بدون مانعبروش العظم معها متلا غير استيك ديال الحوت كتكون فيه 100 جرام الفرد الطفل من فوق 6 سنين 8 سنين 10 سنين كيلو ليدات كيوكلو اقل ولكن كيلو ليدات كيبغو الحوت كنديرو 100 جرام الشخص الكبير سمئة وسبعين جرام ديال الهبراء ديال الحوت ديال انواع الحوت ولكن هنا هدي بدون عظم يعني العظم والراز وذلك شيء محيدي كنديرو 170 جرام للشخص الكبير الحوت اللي او السمك اللي كيكون فيه العظام فيه نعبروه متلا طيب كنديرو تقريبا 250 جرام للفرد ومئة وثمانين حتى المئتين جرام ومئة وثمانين حتى المئتين جرام الدريس الطفل يعني من 12 عام لتحت 12 عام 12 عام حتى عشر عام الفرماج حبيباتي 30 جرام كتكفي للفرد الواحي 30 جرام كتكفي لكل فرد الجبن الفرماج سوى الجبن سوى اي نوع البيض حبيباتي واحد البيضة كتكفي للشخص إليك المسلوق كنا ديرينو اومليت الشخص الكبير كي يخصو جوج بيضات ودري بيضة الجلبانة الخضراء حبيباتي الجلبانة اللي كنديرو في المرقة كنديرو ثلث كاس للشخص لك كنا ديرينها في المرقة مع بطاطا مع خيزو أو هي وبطاطا واللحم أو الججج كنديرو ثلث كاس للشخص يعني كل الشخص مثلا عندنا ثلاثة ديال الاشخاص كاس ديال العنبة الجلبانة كافيه مع المرقة في المرقة خيزو حبيباتي كنديرو للشخص مثلا بغينا نطيبو المرقة و بغينا نديرو خيزو في المرقة واحد الخيزوة واحد الجزرة موينة كتكفيل شخصا إلا كنت في المرقة مثلا ربعات الاشخاص كنديرو جوجو خيزوات كبار و كننعبطها طام يعني يعني الطاجين أو كتكفينة السلطة مئة جرام للشخص يعني الخص الخيار مئة جرام تقريبا كنحسبه للشخص الزيت مثلا الفينيغريت أو صلصة السلطة كنحتاجوا لها يعني سلطة نيت كبيرة مثلا صحن السلاة درويال كنحتاجوا لها ثلاث ملاعق ديال زيت و ملعقة ديال الخل هدا باش نقدو صلاة ديال لصلاة ديالنا وهكدا العاصر حبيبتي إيترو ديال العاصر ديال البرتقال كتحتاجوا له برتقالة واحدة أربع حبات ديال الفراولة مصاوب لكم إيترو ديال العاصر هديك البرتقالة كننقوها نحيدوها القشر كنقطعوها كندروها في الخلاط مصاوبين إيترو ديال العاصر للغدا يعني هدا بالنسبة للعاصر مرافق للاكل سفاقيتي سفاقيتي حبيبتي اللي ما عندهاش هاد المرغاية أو هاد المغرف المتقوب كان بلاستيك كانين ما عندهاش هدا تعبر بالجرام مية جرام للفرد ديال سفاقيتي للشخص اللي ما عندهاش هاد هاد كانت عندكم هاد هاد المراغي أو هاد هاد اللي كيكون فيهم هاد الثقب هاد هاد مخصص للمقاس ديال السفاقيتي كنديرو السفاقيتي بحلقة هاد الفرد واحد الشخص واحد ديال السفاقيتي كتكفي دري صغير ذرری صغير نص هادا يقسموا على الجوج كيعطيكم الجوج درري هادا بلجوج أطفال طفل واحد كيعطيكم هادا هذا بالنسبة السفاقيتي الماكارونية الماكارونة 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 كان ديوا كاس ونصف ديال من هادا ديال اللي عمبه دري صغير كاسين للشخص الكبير ديال الماكارونية هادا بالنسبة للانواع المقرر. الشعرية ديال الصفة حبيباتي كان ديرو كاس ونصف للشخص. إلا بغين درو بيها تفايا بغين ندرو بيها آآ الشعرية ديال هادا الصفة بأي انواعهم كان ديرو كاس ونصف للشخص الكبير. كاس اللي ربع للطفل الساغل وهاديرها كمية كبيرة. غدين ديروها بتفايا مثلا تفايا بالشعرية غدين قدموها بوحدة مع شي حاجة مع الطاجين مع نوع من الأكل الآخر. كان ديرو غير كاس للشخص الكبير ونصف كاس للطفل الساغل. يعني هي كاتب ضاعف وغدينها كمية كبيرة. بالنسبة للحم حبيباتي كان ديرو 80 جرام للطفل السغير اللي حم مافيش العظم ومية قرام مية حتى المية وعشرين جرام مية وخمسين جرام للشخص الكبير. هذا مافيه العظم. كان فيه العظم كان ديرو ميتين وخمسين جرام للشخص الكبير ومية وخمسين جرام للطفل الساغر. يعني مش الطفل صغير يعني أطفال. هذا بنسبة للحم طبعا احنا طاجين دينا الكسكسودي اللي كان طيبه. اكل دينا كيختلف على هاد بعض العبارات بحال اللحم والحوت. احنا متى ندرنا الحوت في الطاجين راه مرسوا تقريبا واحد ديال كوربينة او ديال اي نوع من الحوت. بادي القطاجين او جوش مرسوات او جوش قطع. بالنسبة للسردين احنا عنا يعني باش نديرو مية وخمسين جرام ديال السردين للفرد بصيل ديال السردين مقليلا. رك نديرو تقريبا احنا ميتين وخمسين جرام تلحت مية جرام للفرد ديال السردين. يعني السردين تبارك الله موجود. رخيص. وكان وكلوه يعني كان وكلوه بززال. احنا عزيز علينا احنا كان وكالي للحوت. كمغاربة. بالنسبة للحم اللي باقصات ديال اللحم عناه في الطاجين في الكسكسو في الكوكوت في المرقة دائما نقص الكيميا ديالهم. علش? لانو ديك المريقة ديال نحنا الطياب ديال نحنا المغاربة كيختلف. ديك المريقة ديال نفيها ديك الاملاح ودوك الفيتامينات كاملة اللي كينا في اللحم دوك المواد النافعة مشاتف ديك المريقة. يعني لكل واحد غير تريد اللحم را كافي. واللحم من الاحسن من الاحسن يكون مرة حتى المرتين في الأسبوع مشي اكتر. الدجاج مرة في الأسبوع. الداند مرة في الأسبوع. والحوت نوع السمك نديروها مرتين في الأسبوع. ندخلوا الحم الراس. ندخلوا التقلية. بهكذا كنكونوا درنا ونكثروا من الخضر. مثلا انا اللي كنت داري الشعرية سباكيتي. سميتون حط معها شيء يونسال. حطوها. دخلوا والله العصيرات. ديروا العصير معها. نوعوا في الأكل. بحال مثلا صحن ديال داري الحوت دارين الروز دارين الشعرية. ديروا التلثين ديالهم ديال الخضر. خزوج البانا. الشوفلاغ. هذا شود بروكسل. أي كطر الخضر. خلطوا الخضر. دخلوهم مع هاد الماكلة ديالكم. كم كطرواها. راي صحية اكتر من اللحم حبيباتي. صحيح نا كنبغل الحم ولكن راي ماشي صحيح. حيباتي دائما في الماكلة ديالنا ندخلوا الخضر بالسف. كما قلت هنا في الفيديو السابق. هذاك الفيديو را سجلتوش حال هذا. قبل رمضان. ومكتب الله باش نحطه الى اليوم. المهم ندخلو الخضر بزاف. طبق الصحن لكل شخص خلاص يكون فيه ثلثين خضر. وثلث يكون مقصوم ما بين هذا ما بين الصلصة. وثلث واحد يكون مقصوم يعني ما يكونش ثلث كامل من الحم ولا دجاج ولا بيض. مع الحم يعني شي حاجة تكون دخلوها حاولو تنقصون جميعا. هو ثلث كخص يكون الدجاج او الحم. احنا نحاولو ننقصو نخلوه غير نصف الثلث. يعني ثلثين خضار. وثلث المتبقين نقسمو على جوج نديرو شوية صلصة شوية البيض. وندخلو او الصلصة ما بين الصلصة وما بين الحم او الدجاج او الحوت. بالعكس نكثروا الحوت يكون ثلث كامل حبيباتي. الشربات مزيان ذاك المهم نعطيكم واحد نصيحة هنا. هنا يعطيتكم هذه النصيحة نعطيكم تختلف على هذا الفيديو. مثلا شريتي السردين غسلتي شدي جو السردينات وخزنيهم في المجميد. مغصولين ومغصولين ومغصولين في شميكا. اه جبتي للحم قطعي من واحد تريف لوحيف المجميد. جبتي تجاج خلي من واحد شوية. بغيت تدري فطاجين دايما حاولي تسرقي من هذا الشي. من سرقي من على راسك وحطيه في المجميد. تدري واحد الميكة خاصة لهذه السرقات. ولكن يكون هذا الشيء بقي مجمد. إلا خرج شي مجمد رجعي مجمد للمجميد. السردين هذك النهار اللي كتبغي كتدوري آخر شهر هذا. تدري الروز يحيفي جوسر دينات. تحكي معهم واحد البصيلة شوية دماطجة شوية المعدنة شوية ديال الثوم العطرية ديالهم شوية ديال الزيت شحريهم. تدري عيغم الروز كي طلع واحد الروز بدك شوي بالنسمة غير جوسر دينات. كيعطوك كيلو ديالروز او نصف كيلو ديالروز على حسب أفراد أسرتك. كأنك دير فيه كيلو ديال الحوت. صدقوني يا حبيباتي. مع واحد شوية ديال ضامة ديال البنة مصابة في الدارة وضامة ديال البنة ديال الحوت. المهم ورقة سيدنا موسى. المهم يكون تب المزيك يعطيكم واحد المذاق رائع. وانتم غير جوسر دينات. لحتوهم حيتوهم واحد كيلو دي سردين. وعشوكم ليلة ثانية في آخر شهر. الجبiana. اسبيل horse. خلق الدجاجين الشيطة، ي شيءvard responsible, قطعهم صغارًا, خزنيان بالمجميد الخصائر في الليخ، انتبت من mostائه، عنضم المعدنون با Konsحراحة إنتاج بهثوatures. ديال رواح اعضبها معدنون والثوم ولشعرهم شهاية قطاطة مقليا، وزعلوكة وهو ثس الفص superficial. inar احضب من ايكان قططي طويجين رائع الوليداتك. تشري القنصات و العنق العنق من الأفضل تسلقوه واحد شوية و حتى القنصة واحد شوية غسليها مزيان بالخل و بالحامض و ديروا منها طويجين كي يجي منها طويجين راية كل هادشي حبيباتي را كي ينفعكم كل مرة تحيدي واحد شوية شوية واحد نهار كتلقي عندك كيلو ديال الحم مكتعرفيش مفين جاورة كنتي راك خباتي شوي 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 هاد كل هم نصايح مجربين هم دازو منو هاد نصايح كل شيراني حاطتهم في المنتدى سابقا من الفين واربطاش حبيباتي حاطيتهم لبنات استافدوا منهم و انا استافدت منهم شخصيا في حياتي لاني هادشي من تجاربي و من اشياء طبقتها في حياتي نفعتني في حياتي الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر نتمنى حبيباتي هاد الفيديو يعجبكم واحد طويل سمحوني كان اعتذر بزاف لاني كنطول بعض الاحيال الفيديوهات ولكن كان بغنشرح لكم زيان واني بيكم راي نحبكم كاملين اشتركوا في القناة